حياكم مشاهدينا من جديد يمكن فعلاً اليوم البنات والسيدات سألوا حتى كمان مقبلين على فكرة القرض العقاري خليل واليوم أسمع بكثرة عن هذا الموضوع صحيح يمكن اليوم على موضوع الموضوع العقاري واللي نتكلم فيه بشكل عام أنه الواحد يحتاج لي بيت أنا من الناس اللي ما أملك بيت حالياً واليوم فرصة أنه أتكلم إن شاء الله يتحددك قصر كبير بس أتفق معك لازم الواحد يكون عنده المؤهلات إنه ما ياخد قرض ويتورط أي فهذه كل الأسئلة يعني بسألة يمكن معنا مختص خصوصاً إنها خطوة مصغيرة ويمكن تحمل لنا أعباء إذا ما حسبناها صح رح أتكلم أكثر عن هذا الموضوع من الأستاذ عاصم رحيلي المختص بشؤون المالية والاستثمار يعني نقدر نقول مستشار مالي للأفراد والأسر ويسعدني صباحك أستاذ عاصم نورتني اليوم ما عندي بيت أنا إيش أسويه هذا باختصار الموضوع لازم تشتغل على الموضوع طيب يعني نقدر نقول أبغى أعرف هل أنا أقدر أخذ قرض ولا لا كيف الطريقة وكيف الأسلوب اللي يقدر يساعدني أنه أتملك بيت بطرق سهلة وسلسة جميل جداً شوف أي شخص مجرد ما يتوظف يجب أن يكون ضمن أهدافه ونصب عينيه أنه يمتلك منزل أغلب الناس اليوم الموظفي ما يقدر يمتلك مال ما يقدر يمتلك بيت فقط من الدخار يدخل ويمتلك بيت فقط من الدخار غالباً القرض العقاري هو الحل لكن مهم جداً نحن عرفنا أنه إذا هو قرض جيد لكن نقطة أخرى هل أنت قادر على دفع الأقصاد ولا لا هذه من الأسئلة اللي دائما تتكرر يطرح المين هذا السؤال الشخصي سأل نفسه هل أنا أقدر أخذ القرض هذا هل أقدر ألتزم بهذه الأقصاد لمدة 15-20 سنة أو ما أقدر طبعاً لها طريقتين الطريقة الأولى أنك أنت ممكن تجلس لمدة 6 شهور 7 شهور سنة تجمع القصد فعلاً تدخر قيمة القصد تستطيع الالتزام بذلك أو لا وأفضل مدة هي سنة الطريقة الثانية والتي هي تحتاج عملية حسابية اللي هناك تحسب فيها مصاريفك الدورية كل سنة على سبيل المثال أنت عندك مصاريف مثلاً عيد الفطر عيد الأضحى أي رسوم مدارس كل هذه المصاريف السنوية يجب أنك أنت تعزلها بشكل جهري حتى يمكن طريقة الدخار اللي قلت 6 شهور إلى سنة هي في النهاية عام المساعد سواء أضبطت معاك أو ما أضبطت أنه أنت تدخر لأشياء لكن نسبة نقدر نقول القصد الشهري المناسب كم هي عادتها؟ خاصة أنه مع الفترة الأخيرة أو 3 سنوات الأخيرة عارفين أنه زادت النسبة لبعض البنوك شوف تقصد نسبة قيمة التمويل قيمة التمويل هذه أنت ما تتحكم فيها هذا السعر السعادة على سعر الفائدة فبالتالي هي ترتفع وتنخفض نحن ريالنا مربوط بالدولار وبالتالي أسعار الفائدة عندنا في السعودية مرتبطة بأسعار الفائدة على الدولار فهي ترتفع وتنخفض بدون تدخل من الأشخاص اللي هم الأفراد من ناحية متى يكون القصد هذا قصد مناسب بالنسبة لك سيما أقول لك تحسب أنت بالضبط كم قدرتك؟ طيب إذا فسردنا 10 ألاف ريال كم النسبة المناسبة من هذا الدخل؟ نسبة الاستقطاع يعني استقطاعي نعم زي ما قلت لك تختلف من شخص لآخر حسب التزاماتك ممكن شخص ما عنده أولاد ما عنده مدارس نعم وشخص تاني دخله 10 ألاف لكنه والله قاعد يلتزم بمصاريف على أهله والده والده أسرته الالتزامات اللي عليه كثيرا فما تقدر أن تستخدم نسبة معينة وتفرضها على كل مقاس واحدة القرض يعني نقدر نقول كم مدة القرض المناسبة؟ مدة القرض المناسبة المفترض أنك أنت تشوف المدة اللي أنت فعلا راتبك يحتملها أقل مدة تستطيع تتوفر من الفائدة اللي أنت تدفعها طبعا خلال مدة القرض خلال مثلا 10 سنة أو 15 سنة بالتأكيد الدخلك راح يزيد وبالتالي راح يزيد الفائض لكن في جزئية مهمة كثير من الناس اليوم لما يأخذ قرض عقاري يفكر في قرض العقاري يقول قيمة التمويل أو تكلفة التمويل عالية الحقيقة أن تكلفة التمويل تتضمن فائدتين الفائدة الأولى اللي هي قيمة تأجير الفلوس عليك إنهم أجرواك فلوس حتى تشتريبه النقطة الثانية والمهمة اللي هي تأمين على الحياة وهذه جزئية كثير من الناس يغفرون عنها اليوم في أمريكا والدول الأخرى الناس تدفع فلوسها للتأمين على الحياة اليوم نحن عندنا القروض العقارية في السعودية من منتظف 2018 جميع القروض العقارية تتضمن تأمين على الحياة يعني البعض مش منتبه لها أو إيش؟ لا بعض الناس يحسب أنه يقول والله أنا باشتري بيت مثلا نفرض قيمة البيت والله 800 ألف أنا بردها مثلا مليون ومئتين ولا مليون وثلاثمين يقول والله هذا مبلغ كبير تكلفة التمويل عالي هي ليست تكلفة التمويل فقط هي أيضا فيها منفعة التأمين على الحياة لا سمع الله بمجرد ما توقع عقد التمويل أنت أريد تغطيتك تأمين موجودة في الشروط نعم موجودة في العقد الموحد للقروض العقارية طيب معلومة كل مهمة لكن في حال أنا قررت أخذ قرض عقاري إيش هي قيمة الدفعة الأولى المناسبة اللي أقدر أنا أفرضها على نفسي قبل لا يفرضها عليه البنك طبعا فيه حد أدنى للدفعة الأولى اللي هو 10% قبل ما تقدر أنك أنت تحض دفعة أولى أكبر كل ما إيش كل ما استطاع أنك أنت تقلل القصد أو تقلل المدة حقها للقرض تمام طيب كمان عندنا شكرا جزيلا للمستشار المالي عاصم المختص أكيد بالشؤون المالية والاقتصادية وأيضا الاستثمار والأفراد والعائلات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر